موسيقى 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 تقلبن شوية ماشي شي حاجة شي غالاء ماشي زيادة مكان يعني الحوت كي يطلعوا يهول ماشي عنده واحدة من المستقر مره بارب فرنك مره وخمسة دراهم مره بربعة دراهم مره رح سابه كل حاجة وجوشينا صلبار هنا الحوت غالي في الموية وجوشينا صلبار هنا رضونا شفارة وحنا ماشيش فارة خالي حنا ما كان جيبوا الحوت كان دي وجوش درهم في الكيلو ما كان شفروا ما كان ديوا البنادم الحوت اللي بغى يعرف تمن ديال ومش هالكا يدير يطلع للمرسى ويشوب بعينه مش هالكا يدير هذا الحوت هذا الحوت أخويا ما كان زيدوا البنادم ما كان سرقوا ما كان شفروا هذا الشي ناس جولي بقى رح يققوا يسبونا رضونا شفارة ورضونا كان سرقوا ويققوا يسبونا الشتم وكولشي يبقى الحخويها لجو هنا يجي ناس بلعول ينسوا الباب مننا والباب مننا كل شي مبلع وأنت الحوت وأنت بقرونيس البقري كان يدير 70 درهم ديبارا يدير 75 بالنسبة للحولي الحولي كان يدير 80 درهم الخروفة 70 درهم المعز السبعين بالنسبة للدواجين والأرانيب والأخر هكي باقيين الاداند والأتميناء تكمل الفطور كمدابا بالنسبة للطلب الذي كان كان طلب على الهبراء والكفتاء والكبداء الكبداء نقص في السوق لا يوجد 90 درهم بالنسبة للهبراء الذي يريد الكفتاء وال80 درهم الذي يريد يطحن كان يطحنونه ب90 درهم كان النقص في التربية المواشية هذا العام الناس مربط البقري ربط الأغلب يقلعوا معاك الجافاف والأخر مع كل عام ماباينش حيث كل عام ماباينش باللغة ديكو أن التساقطة تعطلت شوية وهذا كوا المشكلة للناس كل شي قلعت كل هذا ما نجيبه من بره كنجيبه من الغرب أغلبية بكا السبابة ديهنا والفلاحق يسوقون البني من الله لقرعة السراغناء لأخر المراكش ثم ما كيجي البقري كل شراء يهوود ما لا تجيبه لتجيبه شرقين بالنسبة للأثمين هذه اللوحم ورطافعت طافعت بحد كبير بنسبة 50% و60% والإقبال ديه المستهلك ما كانش نظر الإرتفاع الأتمية الإقبال ديه المستهلك ما كانش وبالنسبة للجودة كان الجودة وإحنا كنت طلبوا واحد حاجة باش يكونوا شوية الأسعار يكونوا في متنور ديه المستهلك باش يفوت هذا الشهر الفاضي أعرضوا الزيادة لكم مش عمل الله كيقتنوا بحرور بسيما اللي اقتنى حسب القدرة الشرائية احنا ما عارفين جدا باك كان اللي غادي قتاني كان اللي ما اقتنى ولا نفغالي بالأمر اللي اقتنى قد يكون ضروري إنسان كيستهلك يستهلك بالطبعه مو يستهلك ضروري قد يكون يقتنى عراه باطل لأن اللي كيبيع عراه باطل ولكن اللي كيشير غالي عليها الله يحسن الله اللي لا المأكولات غالية احنا هلأ مجعدنا الجفر كي يكون غاب فرنك مشي دبال وكان كي الرباع والاخور وكان يكون اللحم رخيص لا بل لما كان قام غالي بنسبة الثمينة شهر رمضان كان اللحم اللحم الخمسات درهم اللي تزادت لأنه زدناها حيث البقر تزاد في السوق اللي يقول لك يتعدى 70 درهم يعني بالجملة وتسخيل خصوص 70 درهم بالنسبة للمستهلكين الحمد لله الناس مستوعبة وعارفة بأنه كل غالاء ما كنت تلقاش في إشكال أما بالنسبة الغالان فبقي في التامة دياله هو هو 70 درهم بالنسبة ديال البيبي واللحم ديال البيبي تمنع